باستثناء علامة الأمل التي جسدها أمس رفع مزعيق قديس لبنان مارشاربل في الفاتيكان غلبية الأخبار اللبنانية المحلية تدفع إلى الأحباط فالجنوب مشتعل حيث سجلت اليوم ضربة إسرائيلية لافتة في البزورية في موازاة العملية التي نفذها العدو في دمشق أما الاستحقاقات الداخلية فمعلقة على وقف النار غير القريب في غزة وفي هذا الإطار كشف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اليوم أن التواصل مع حزب الله في الملفات الداخلية محدود ومتقطع وفي الملف الرئاسي جزم رئيس التيار بعدم انتخاب سليمان فرنجي وقائد الجيش لأسباب مبدئية مضيفا أن لديه أسماء عدة يمكن لاتفاق عليها إلا في حالة واحدة هي أعطاء اللبنانيين اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والصندوق الاعتماني والاتفاق على برنامج الحكم في العهد الجديد فعندئذن أمشي بكليهما أكد باسيل أما ترهل المؤسسات فعلى حاله من دون أن تنفع معه كل محاولات الترقيع والهرب الدائم إلى الأمام من مواجهة جوهر المشكلة وعنوانه الإصلاح بشقيه القضائي والسياسي